طبعا كان عندنا مباريات في طبعا نصف نهائي كأس مصر وتابعنا المباراتين اللي تلعبوا على يومين الاتنين والثلاثة مبارح والنهاردة نبدأ الحديث عن مبارات اليوم طبعا الاهلي وسموحة واللي انتهت بفوز النادي الاهلي ثلاثة واحد نتابع مع بعض لقطات من هذه المباراة اللي انتهت النهاردة طبعا الساعة تقريبا تمانية بدأ النادي الاهلي بتشكيل نموزاجي في رأيي أنا نموزاجي محمد الشناوي محمد هاني رامي ربيعة محمد هاني كان رائع النهاردة زي ما قلت رامي ربيعة محمود متولي علي معلول حمدي فتحي أليو ديانج حسين الشحات أحمد عبدالقادر محمد فخري ومحمود كهرباء كمان محمد فخري أنا سيد أذكره النهاردة كان فكرني بمحمد شوقي النهاردة محمد فخري فكرني بمحمد شوقي نجم النادي الاهلي طبعا ومنتخب مصر سنوات طوال على الجانب الآخر سموحة بدأ بالهاني سليمان أحمد جمال ممدوح عبدالربو محمود شبانة خليلي الأول الكرة دي قبل ما أكمل تشكيل سموحة طبعا العرضية من كهرباء ممتازة لكن لا يمكن أن تعبر على الإطلاق أنا طبعا الهاني سليمان قبل ما أتكلم يعني هو حارس كبير وكبير جدا وشال الاتحاد سنوات طويلة وشال سموحة سنوات طويلة ومباريات كثيرة النهاردة ما كانش يوم خلاص وجل من لا يخطئ النهاردة ولذلك طارق العشر صح جدا بعد ما طلعوا بعد الهدف التاني بص الكرة دي أقف لما تروح له كرة سهلة جدا جدا يعني الكرة حتى مش معمولة لبرة ده معمولة في متناول الهاني سليمان كرة أسهل من السؤول مش محتاجة حاجة وما فيش كمان مهاجم قاطع في الحتة دي نشن عليه كهرباء يعني كهرباء وصل للمنطقة وألعابها عرضية لكن العرضية بتاعت كهرباء في المتناول سهلة جدا 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 يعني لو هاني الهاني سليمان واقف ما نزلش يمسكها ولعبها ببط رجله هيوديها في الحتة اللي هو عايزها حتى مش محتاج إنه يمسك لكن تلاحظ هاني فاتح رجليه زيادة عن اللزوم في الحاجات اللي زي كده وأنا طبعا يعني مش هتكلم في حراسة المرمى الهاني طبعا أستاذ فيها يعني ماينفعش هفتح رجليه بالشكل ده وانزل نص نازلة بالشكل ده فطبعا كان هدف فيه توفيق كبير جدا 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 للنادي الأهلي إنه تعبر الكرة بهذا الشكل لكن طبعا يحسب بشكل أكثر من رائع لأحمد عبدالقادر تكملته ودي اللي جابت الهدف لو أحمد عبدالقادر مش مكمل طبعا الهدف ده ما كانش داخل على الإطلاق لكن هو هدف هدية مجانية من ألهاني سليمان لأحمد عبدالقادر لكن يحسب لكهرباء وصوله لهذه المنطقة بالياقة جيدة ويحسب لأحمد عبدالقادر هذه التكملة الرائعة أكمل بسرعة تشكيل سموحة شبانة شريف رضا حليمو دوكو دودو وأحمد مصطفح سم فيصل ومحمد سعيد مكرونة وحسام حسن ودي الهدف التاني أيضا نفس الكلام والإيه الهدفين جم في توقيت مبكر جدا وهي هدايا من هدايا أعياد الميلاد أحمد عبدالقادر في الدقيقة 8 وحمدي فتحي في الدقيقة 11 هدفين طبعا ما فيش كلام أثروا بالشكل رهيب على أداء نادي سموحة وإن كان سموحة الحقيقة لم يستطيع في الشرط الأول أنه يؤدي أداء يليق بنادي سموحة عشان برضو نقول كلمة حق نادي الأهلي كان ضاغط بمنتهى القوة ومسيطر على أداء نادي سموحة تماما 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 كرة دي لما تشوفها برضو كهرباء آوح فيها بشكل كويس ومررها لكن التزديد ده سهل جدا 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 لو نزل بإيده اليمين على الأرض الهاني ببساطة شديدة يمسكها لكن وما كاتش بالقوة الكفاية لكن زي ما أنا قلت الهاني سلمان يبدو أنه تأثر بالهدف الأول الغريب اللي دخل في مرمى فدخل في مرمى هدف تاني هدفين في أقل من ربع ساعة بتتكلم على 11 دقيقة هدفين من خطأين يعني ما فيش فيهم أدنى توفيق للهاني سلمان هارد لك يا هاني ماتش وعدة وتعود لمستواك أكيد مرة تانية لكن طبعا الهدفين قدوا معنويات عالية جدا جدا للنادي الأهلي اللي أيضا تشكيله النهارده كولر يعني كان رائع 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 في التشكيل بداية من إشراكه لمحمد فاخري هذا الشاب الجميل اللي النهارده أداؤه متزن جدا 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 ويعني يستحق استمرارية في الفرص طبعا هنا الهاني سلمان طبعا وتغيره طبعا السولية كان غايب النهارده للإصابة طبعا هو برونو سافيو لكن طبعا عمر السولية الرعيم مهم جدا لكن لو برونو سافيو حتى سليم أنا رأيي كان يبقى على دكة البودلاء لأنه عمره ما هيبقى أحسن طبعا دي فرصة لحسام حسن كانش محتاج القوة دي كلها كانت محتاجة وهو أستاذ في الحاجات دي يلف بس وش رجل الجوة شوية بهدوء شديد جدا كتعدت وراحت لكن يعني ما أحسنش إنهاء الهجمة وأقطاح بها بغرابة شديدة جدا جدا نرجع ونقول طبعا بالنسبة لمحمد فاخري في وجود عمر السولية مشاركته طبعا مش هتبقى بسهولة مشاركته النهارده لكن يستحق رؤية يستحق رؤية من كلر علشان الولد يتطور مستوى ويثبت أقدامه كلاعب مهم في وسط طبعا ملعب النادي الأهل لكن فنونو سافيو ما يلعبش أبدا أبدا على أحمد عبدالقادر ولا على حسين الشحات ولا على محمد فاخري ولا على كهرباء دي وجهة نظري ممكن أكون صحة ممكن أكون غلط كانت انطاري العاشر طبعا صدم بالهدفين المبكرين وطبعا أثروا بالسلب الشديد على معنويات فرقته يعني شعروا بقى أنه خلاص المباراة انتهت بالهدفين ودي حسين الشحات هو يعني الهدف حلو قوي من كهرباء أدي حسين الشحات خمسين في المية ودي كهرباء الخمسين التانيين ليه؟ لأن حسين الشحات امتصاصوا للكورة وأطمطوا للكورة ويطلع الزبون لبرا بالشكل ده وبعدين يهيئها مش محتاجة تهيئة تانية حيانا الباص بيبقى محتاج تهيئة وبعين شوطة لكن لما تشوف في الاعادة حسين الشحات هيئها مش محتاج كهرباء يعيد تهيئة طبعا تحية الجماهير لكهرباء أكيد يستحق هذه التحية النهاردة لحية كهرباء لأنه عمل مجهود كبير وجري وقاوح وكان وراء هدفين حلوين جدا 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 لكن بص حسين يا جماعة أدي اللامسة بص الأطمة رجع تاني رجع تاني وريني الأطمة دي عدت ما بين الرجلين ولا من الجنب وريني كده وريني كده مشيها بالراحة كده ما بين الرجلين يعيني يعيني يعني لعيبتي وبعين بص التاريحة مش عايزة حاجة خلاص انت ديتني يعني لفت جاتو زي ما بقول مش محتاج إن أنا ألفها خلاص دي ملفوفة جات بص بص بتاعة دي لا ده من جنب رجل مش ما بين الرجلين بس حلوة قوي قوي وبعدين التصليحة روعة وحط سن الجزمة من تحت كهرباء بحرفانة عالية جدا لأنه لعيب طبعا حريب بص نكشها من تحت صح جدا جدا وحطها بممتها جمال لعيبة كتير قوي في حتة دي ممكن يشوت تضرب في جسم الحارس لكن هو بزكاء وبحرفانة حط سن الجزمة من تحت عشان ينكشها النكشة الحلوة دي عشان تعدي طبعا من فوق الحارس البديل لنزل مكان محمد هاني عمر صلاح ولا يسأل عمر صلاح الحقيق عن هذا الهدف على الإطلاق لكن لمة الشحات والأسيست الرائع ياخد خمسة من عشرة والخمسة التانيين ياخدهم كهرباء إنه هو زق الكرة من تحت الفوق بالشكل اللي فيه حرفانة عالية جدا وبكده طبعا الأهلي يستحق طبعا هذا الحض نكولات وكده الأهلي بعد الهدف الثالث حسم الموقعة تماما 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 والثلاث أهداف زي ما احنا شايفين جنب الشوت الأول الدية 8 أحمد عبدالقادر الدية 11 حمدي فتحي الدية 46 كهرباء الشوت الثاني سموحة حاول وحسام حسن يعني مش عايزة أقول أداء وأداء من نادي طبعا هو معار من نادي الأهلي فمش عايزة أقول ما عندوش حماس لأنه ما فيش لعب ما عندوش حماس لكن ما تشعرش بالغل الزيادة بالرغم طبعا الفرص اللي جات له محدودة جدا يعني كرة في الشوت الأول شفناها والغل الكروي طبعا أتحدث عن الغل الكروي طبعا لكن حتى بعد المباراة راح لكل لعبة الأهلي يحضرونهم ويسلم عليهم وده أمر طبيعي جدا جدا لا يعني أي شيء يعني عشان الناس ما تفهمش غلط لكن قسام حسن عندو أفضل من كده ما كانش عندو القدرة الفنية النهار الشوت التالي زي ما قلت النادي الأهلي ما خلقش فرص كتير زي الشوت الأول والتغييرات بالنسبة النادي الأهلي طبعا في الديه واحده ستين أفشة بدلا من حمد فتحي وشادي حسين بدلا من كهرباء ثم مروان عطية الوافد الجديد بدلا من محمد فاخري الديه سبعين كريستو بدلا من حسين الشحات الديه تمانين خالد عفتاح بدلا من محمد هاني طبعا من المستحيل أن أنت تحكم على الصفقات الجديدة سواء مروان عطية أو كريستو أو خالد عفتاح من مباراة واحدة طبعا لكن كريستو تشعر أنه كان عايز يعبر عن نفسه بسرعة يعني يحاول أنه هو يسدد بص التمرير الجميلة دي طبعا هنا كهرباء يعني ما كانش قدامه حد عشان ارجع كده سنة صغيرة ارجع سنة صغيرة لما كرة تروح للكهرباء مش هتلاقي حد يديله بص اوقف اوقف هنا اوقف هنا بص ادي خمسة ازرق ما فيش ولا واحد احمر ظهر يعني عشان نعذر الكهرباء في الحتة دي انت عارف لو في واحد اهي من اللايف هنا هو اوضح يا بص هنا ولا واحد احمر معاه فبتديره بتديره العذر انه هو ما دورش على حد يديره لانه هو بعد اما طلع لبرة حاب يقفلها تاني لو حد معاه كنت اقول لا يا كهرباء كان لازم تلاقي بص حتى ادي اللحظة ولا تشرت احمر في الصور وبالتالي هو كان معظور ان هو يعمل كده يعدي بالشكل ده وبعدين يحاول ان هو يقفلها طبعا لكن اه يعني حتى اللحظة دي مفيش فين بقى في الاخر خالص بدأ يظهر لعب من هناك كانت خلاص الدنيا قفلت وكان صعب جدا ان هو يمرر يعني ده بالنسبة اللعبة دي عشان محدش يقول فيها ان الكهرباء انن او كده يعني زي ما قلت كريستو حاول ان هو يبين امكانياته وقدراته لكن طبعا صعب اوي من اول مباراة ان انت تحكم على اي من العناصر الجديدة باي حاجة تتقال لكن من المؤكد ان محمد فخري ده اللي انا قدر اقول عليه مكسب للنادي الاهلي وارجو عدم اغفاله ارجو عدم اغفال لعب اللي طلع ده ارجو عدم اغفاله ويبقى في الصورة ويبقى في الصورة طبعا قال يو ديانج جامد جدا وحمد فتح جامد جدا وعمر السلية جامد جدا وجالهم كمان مروان عطية لعب كويس اكيد لكن ما تنسوش ابدا محمد فخري لانه خامة مبشرة للغاية طبعا دي كرة حلوة اوي لأحمد عبدالقادر وأحمد العيب محضر نفسه هو رحلها ده كريستو ده اللي نازل اهو محمد الضوي الشعير بكريستو هنقول كريستو بقى لانه هو ده اسم الشهرة بتاعه زي كهربا كده يعني اسم الشهرة بتاعه حاول زي ما قلت لكن كان عايز يبين نفسه بسرعة او يقدم اوراق اعتماده بسرعة طبعا محمد هاني كلمت عنه عشان اخد الثقة وحس انه المدرب متديره الثقة ابدع ولسه عنده حاجات حلوة كتيرة جدا هاني لعيب صغير فت جامد متفاهم اوي مع حسين الشحات ده كريستو برضو بيحاول من بعيد اوي لكن لسه شوية يا كريستو سهل على نفسك الامور عشان تندمج كده واحدة واحدة وتستوي كده على الهادي زي الرز كده اما يطلع من فلفل وحلو يعني ودي طبعا ضربة الجزاء وضربة الجزاء صحيحة وبالمناسبة رامي ربيع النهاردة كان ممتاز ايضا عرفش ليه الناس بتتخوف لما بيغيب مثلا محمد عبد المنعم او كده او كده ورامي لعيب ممتاز والنهاردة كان ملو هدوم وحية في منطقة قلب الدفاع هو محمود متولي طبعا دي ضرب الجزاء فيها تهول شوية طبعا متولي مش هيبقى موجود يوم السبت كنتنا عارفين اخر الانزار التالت في المباراة السابقة وبالتالي مش هيبقى موجود هل بقى محمد عمينهم هيبقى موجود هيبقى موجود جنب رامي ربيع مؤكد مؤكد والاتنين يعتمد عليهم تماما يعني طبعا ده الهدف بتاع حسام حسن رايح لها الشناوي وهنا القلب ده المين يا ترى اللي بعد ارجع كده شوية ارجع شوية وريني القلب ده لانه البعض تحدث انه القلب ده الجمهور الاهلي البعض التالي تحدث ان القلب ده لحسام حسن لطريق العشري فرج بيه عامر اعتقد ما كانش في الملعب معرفش انتوا شايفين نظرته رايحة فيه الناس بتؤكد لجمهور الاهلي يبقى زي ما انا قلت هو في النهاية معار من الاهلي لسموحة ووضع طبيعي انه سيعود للنادي الاهلي والنادي الاهلي بعد كده عنده طبعا حقية التصرف في هذا الامر ده فيما اتعلق بمباراة النادي الاهلي وسموحة اشتركوا في القناة